بص تحديداً مسلسل تحت السيطرة كان عامل ألبان جامد قوي وقت ما نزل مش ألبان بس إن الناس كانت بتتفرج عليه وفيه أهالي كثير قوي منهم ناس عرفها كانت بتقعد ولادها عشان توريها خطورة المقدرات مرة أنا كنت في بعد المسلسل طبعاً بصي مش قادر أقولك كم المسجات اللي كانت بتجيلي إين بوكس طب نروح فين نعمل إين بيسألوك ناس بتسألني كانت فيه ناس بتوقفني بالعربية بيزمرولي وأقفي وليلنا نروح فين مش ليهم لحد من أهلهم يخصهم حد يخصهم مرة كنت في رجبة العربية فكررت أكل ساندوتش وقفت في مكان لقيت الرجل اللي بيشتغل هناك جاي وقال لي عايزة تاكل إيه فقلت له كذا كذا ومهما هو جاي ومش عايزة يحسيبني قال لي دي أقال لي حاجة قدمها لك أنا تخضيت مفهمتش ليه قال لي أنا عايزة أشكرتك وبرده مفهمتش ليه لأن لولا المسلسل بتاعكو دا ما كنتش عليك تأبني ما كنتش عرفت مشكلة تقولي فعايزة أشكرتك يعني أنا كمان بشكرك على الرسالة اللي انتي قدمتها لأن دا دور الفن هو يناقش الرسائل فعلا فعلا أو القضايا اللي بتهم الناس أنا عايزة أشكر طبعا كل صنع العمل دا أستاذ تامر محسن مريم نعوم أستاذ جميل العدل لأنهما فكروا في فكرة أنا لما تعرض علي أبصي الموضوع أساسا في الأول أنا تخضيت وابتحامل مدمنة مخدرات أنا ما عنديش أي فكرة عن العالم دا فأنا تخضيت زي ما انتي بالوقت لما كنت من شوية بتقوليلي لو اتعرض عليكي فتاة ليل فأهمى مدمنة مخدرات المنشت يخد يخد المنشت يخد أنا تخضيت الأول من المنشت مش عارفة طب حقدمه ازاي طب حعمل ايه طب القصة ايه الموضوع لما عرفت القصة عادت مع الناس المتعافين ما بصت لهمش بنظرة ان دا كان مدمن مخدرات بصت لهم بنظرة إنسانية ان اي بني آدم ممكن يحصل له المرض دا لان هو الإدمان هو مرض اي حد لكن هو في الآخر بني آدم إنسان بيمر بظروف صعبة فبصت للشخصية نظرة إنسانية بحثة أنا محتاج حد ياخد بإيده وينصحه حاجة كثيرة قوي وينقذه من اللي هو فيه لكن بتبصي على الدور من ناحية إنسانية بتفرق هكون أنا بني آدمين في الآخر طبعا آخر كاركتر معنا شخصية سكر اللي في مسلسل متوش هي كانت حلوة قوي في الأول لما كتعاملة لأن هي بنت بتشتغل في كوافر من تمواطقة شعبية وكل حاجة بس لما رح تزمالك كانت زيادة شوية مش معنى أنها رح تزمالك تلبس أوفر وشعر الأحمر والميكاب الزيادة والبناطيل الجلد والحاجات دي كلها كانت زيادة شوية ما فيش حد بيعمل كده قوي ده مش من الطبيعي قوي إن الميكاب الزيادة أو كده وبالمنظر ده هو قومة بيحبوا التغيير بس اللي ليق عليهم دايماً بيعملوا التغيير على الهادي هو تقريباً علشان كانت فكرة المسلسل إن هم كوميدي فكان هم قضيني الزيادة دي حتى كمان في الآخر المسلسل رجع التاني اللي هنشعرها الطبيعي ورجع التاني مش الميكاب الوبر ولبس التعادي فمعناها أن هي بس إنها كان قصدها توصلنا لها رسالي نهاية بس إن هي تبقى شبه للخبر التجميل أو إن هي تبقى شبه للميكاب والتكده لأ خالص بالعكس نحن ندور دايماً على إن إحنا نبقى في الطبيعي عشان خطر النفس تقبل مننا لأي نطيحة يعني تعليقك إيه؟ هي سكر أنا كنت شايفة إن الشعر الأحمر حلو عليها والأصفر حلو عليها ومعنش هي كتسكر سكر أي حاجة تعملها هي سكر الحقيقة طيب آخر فيديو من حد أنت بتحبيني أوكي يلا أنا بشوف إن نيلي كريم فنانة مهمة جداً 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 وأنا بعتبر إنها أكثر موهبات جيلة وست ملتزم التزام مش طبيعي أن ده قدر كبير جداً من التواضع اسمح لها إن إحنا طول الوقت نحاول ننوع أدوار لنيلي كريم ووصلنا لغاتي الكوميدي والساسبنز والعجات الاجتماعية وكل عجاتي الحمد لله نجحت جداً أنا بشوف إنها زكية جداً في اختيارتها فنحن بنختار مع بعض يعني عندنا لجنة كده من المستشارين بنقص هو نقدم نيلي إزاي السنة دي فأنا بشوف إنها ست مهمة جداً وضروري إنها اختلف مش بقول إنها أكتر نجاح ميت وش طول الوقت وياه مش ممثلة كوميديية عشان أعمل لها كل سنة كوميدي إنما هي نجحة ومشة كويس بقالنا مع بعض لطي ده تامن أو تاسع مسلسل يعني شكراً جمال العدل أريد أن أشكره طبعاً على الكلام الحلو اللي هو قالوه حقيقة أول حاجة عملناها مع بعض كان سجن النساء وهو لحد دد الكسر بحبه أستاذ جمال وبحترم فيه إن هو مش مجرد منتج لكن هو هو صانع بحب يصنع يحب يصنع يدي فرصة لنجوم جداد مخرجين جداد لا أستاذ جمال كمان قال في لجنة مستشارين عشانك يعني فعلاً ده مهم جداً إن أنت إزاي تصنعي النجم وتساعد في نجاح ويفضل ناجح وده ما شاء الله خلي نجاحات وراء بعض ما شاء الله عايزة أقولك إنك إنت ممكن تنجح في عمل ممكن تبقى صدفة أو اجتهاد أو فعلاً عمل كويس قوي دايماً مهم الخطوة اللي بعد كده لو أنا لوحدي هتخض هخاف مش هبقى عارفة أعمل إيه وجود أستاذ جمال يطمنني لأن ببقى عارفة إن أنا مش لوحدي عارفة إن فيه فعلاً ناس بتفكر لي هتفكر معايا حتى لو أنا ممكن نكون مثلاً عندي كذا فكرة نتكلم مع بعض طب إيه اللي أحسن طب إحنا عملنا كوميدي سنة الفاتر طب السنة دي نحب نعمل إيه الجديد طب عملوا ما عملوش مهمة أو يبقى فيه نقاش وكلام وتفكير مش بس اعمل ده وخلاص أسهل حاجة على فكرة تحطي الفلوس لكن صعب تصنعي عمل كويس العمل الكويس ده متطلب حاجات كتير قوي هتتكلم عن إيه وهل الوقت دلوقتي مناسب تعملي العمل ده ولا لأ هل الناس هتحبوا مش هتحبوا هل ده حيبقى كويس ليكي مش حيبقى كويس ليكي فتفاصيل كتير قوي فده دايما بيساعدني وبيديني قوة عارفاً انه دايما في ظهري بصراحة احنا بنشكركم على الأعمال المميزة اللي انتو بتقدموها لنا ونستمتع بيها بسي عايزة أشكر أستاذ جمال كمان مرة طبعاً ممكن بعمل انتربيوهات كتير بصراحة ممكن ما بديلوش حقه أو ما باتكلفش عليه كتير هو دايما خلف الكاميرا لكن هو الأساس لأن عشان تحط كل حاجة في مكانها وكل مرة تعمل مسلسل وتقدموه بشكل جديد وتدور على موضوع جديد مش سهل ف بس شعر ترجمة نانسي قنقر